السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا الموضوع أصبح جديا في ألمانيا بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئة الآن لعدد الحالات الجديدة الرقم ارتفع اليوم إلى 11,287 حالة وهذا رقم قياسي عالي جدا حتى مقارنة مع الأيام الماضية علما أنه آخر رقم قياسي يعني أعلى رقم تم تسجيله لحد الآن في ألمانيا خلال يوم واحد هو 7,830 الآن رأينا قفزة كبيرة فجأة فوق 10,000 إلى 10,287 وبناء عليه اليوم كمان بروفاسور فيلا معهد غوبات كوخ ورئيس المعهد اليوم عقدوا مؤتمر صحفي وكان بس مباشر طبعا أنا تابعت المؤتمر الصحفي بالكامل ورح نشوف الآن الأشياء اللي تم الحديث عننا رئيس ماهد غوبات كوخ الدكتور لوتا فيلا اليوم قال أنه الموضوع أصبحت جديا جدا تحديدا قال يعني الآن بالمجمل الوضع صار جدي جدا في ألمانيا بسبب هذا الارتفاع الكبير اللي صار ومع ذلك قال لسه عنا فرصة يعني لسه عنا الفرصة أنه نوقف تقدم هذا الوباء الآن في ألمانيا عن طريق أنه نرجع نلتزم بكل القواعد المعمول فيها بشكل كامل خاصة الهيجيني غيجل يعني قواعد النظافة وتم توجيه العديد من الأسئلة اللي قاله أيضا قبل الصحفيين من الأشياء اللي تحدث عننا مثلا موضوع أنه هل معهد غوبات كوخ الآن يرى أنه يجب تغيير الاستراتيجية يعني مثلا إلى حماية أنه نتغير الاستراتيجية إلى حماية الناس الأكثر عرضة لهذا الوباء يعني الناس الكبار بالسن المناعتهم ضعيفة اللي عندهم الأمراض هالأشياء هو قال لا نحن ما مننصح بتغيير الاستراتيجية الاستراتيجية الموجودة والأشياء الموجودة حاليا لدينا كافية إذا التزمنا فيها بشكل كامل خاصة بقواعد التبع والارتداء الكمامة والنظافة وهالأشياء وتحدث أيضا عن أهمية كمان اللي صار عننا عبيقول يعني كمان شيء إضافي نحن بنادر نستخدمه هو كمان الشنل تست يعني كمان هاي الاختبارات السريعة تباية الأنتي كوبا يعني الاختبار الأجسام المضادة إذن الأدوات الموجودة عننا الآن هي كافية إذا طبقناها بشكل كامل واستعملناها بشكل صحيح لوقف تقدم أو إبطاء زيادة عدد الحالات في ألمانيا طب ما تفسير الآن زيادة عدد الحالات شو كان مصدرا في الموجة الأولى اللي شفناها كان المصدر هو من خارج ألمانيا العديد من السياح حاصة اللي كانوا يعني ناس في النمسا في إيطاليا من خارج ألمانيا نعف أول إصابة أجت لألمانيا من الصين يعني كما يقال في باين في ذاك الوقت إلى شركة فكانت مصدر الحالات من خارج ألمانيا في المرحلة الأولى من هذا الوباء أو الموجة الأولى الآن الوضع أصبح مختلف وبعدين تم الحديث عن الموضوع يعني العائدين الآن من المناطق غيزي كوكبيت في السياحة يعني الآن في الصيف الآن انتقى الموضوع وعب يتحدث أنه الأسباب الحالية لانتشار هذا الوباء ليست وسائل النقل العام لأنه الكل ملتزم لكل عبر تدي الكمامة ليست المدارس كمان لا ينظر يعني معها تغوبتكو ما يعتبر المدارس كمان هو مصدر لنقل هذا الوباء وإنما الآن هي البيوت يعني البيوت يعني في البيوت عب يتم نقل العدوى لأنه الناس في البيوت بتجتمع بتزور بعضها ما بتحط كمامة ما بتلتزم بقواعد التباعد بشتمع عدد أكبر من الناس ما بيتم الالتزام بقواعد التهوية ربما خف الالتزام بقواعد النظافة مثلا مثل غسل يدين بعد العودة للمنزل لمدة 30 ثانية بالصابون هالأشياء إذن المصدر الرئيسي لانتشار الوباء حاليا في ألمانيا وزيادة الحالات بهذا الشكل الكبير حسب الرأي معهد غوبتكو هن البخيفاتة هاوس حالتة إذن داخل البيوت ومعهد غوبتكو هن يخشى الآن من انتشار هذا الوباء بشكل لا يمكن السيطر عليه بشكل محلي يعني ينتشر في منطقة ينفجر بشكل كبير في الآن منطقة بناطقين فقط فعلا الآن زادت فيها عدد الحالات بشكل كبير هذا الشيء اللي عبي خاف منه الآن معهد غوبتكو لانه ما نقدر نتابع عدد الحالات والأشخاص اللي يعني يعني عبينصابوا بتعرفوا هاي السلسلة اللي بيتم دائما اتباعها لما بيسموت شخص إيجابي بيسألوا مع مين شفت آخر فترة مين التقيت مين عادت كل هالناس بيتم إخبارهم هالعملية يعني هي فيها جهد كبير من قبل الجزنت هيتسقمتها في ألمانيا يعني مكاتب الصحالي عب التابع ودوائر الصحالي عب التابع هذا الشيء ودائما بيتم شكرهم قبل المستشار لهذا العمل لذلك وبعض الدول يعني حتى بيقول انه بآخر شي يعني في المرحلة الاولى يعني استغنت عن هالموضوع مع تقدر تلاحي لانه الضغط صار كتير كبير مثل بريطانيا ومثل السويد انه الخوف هو من ازدياد عدد الحالة بشكل كتير كبير لدرجة انه ما عن نقدر نلاحي نلحي نلحي على الأشخاص ونشوف كل واحد من وين ممكن عادة يكون يعني لذلك هذا الخوف الاكبر لذلك الحل هو الالتزام الكامل بكل القواعد المعمول فيها حاليا الآن الخبر المفاجئ الثاني البارحة ثبت اصابته وزير الصحة ينشبان حزب السيدئو ايضا وتم اختباره انه هو ايجابي اذا وزير الصحة نفسه يعني المفروض انه يكون هو كمان ملتزم بكل قواعد التباعد والكمامة وغسل اليدين وهالأشياء انه هو وزير الصحة ومع ذلك الآن ثبت اصابته بهذا الوباء الخوف انه يكون الآن يعني عدى العديد من الوزراء ايضا من الحكومة الالمانية خاصة انه كان في اجتماع بينه وبينهم في مكتب المستشار يعني في الكنسلاء في المانيا للحكومة الالمانية البارحة ومن الاشخاص كمان كانوا قريبين كتير منه يعني في على المنصة عادية معه كمان في اجتماع هي فخانسيسكا جيفي من حزب الاس بي دي كمان وزيرة العائلة المفروض انه يعني طبعا هي اجرة اختبار سريع الآن وطلع انه سلبي كمان شنالتها استعملت ولكن السؤال انه هل الحكومة الالمانية كلها انه الآن معرضة تدخل الحجر الصحي لا هذا الشيء ما رح يصير ما رح يتم ادخال الحكومة الالمانية كاملا في الحجر الصحي ربما انه هذا الشيء قد لا يؤدي الى انه الحكومة تقدر تدير البلد لذلك على ما يبدو سيتم اجراء اختبار للجميع الآن من الاشياء اللي سؤل ايضا كمان رئيس المعهد دكتور فيلا كمان خلال مؤتمر الصحفي عنه هو موضوع انه هل هو مع اللوكداون المحلي يعني اغراق منطقة بشكل محلي وليس على كامل المانيا وقال لا اذا معهد غوبات كوخ ورئيسه ليس مع فكرة انه اللوكداون محلي ربما يعني هو ما فسر ليش طبعا ولكن قال انه هو ضد فكرة يعني الاغلاق ولكن هذا القرار بيعود للسلطات المحلية لما هي بتشوف انه مفروض تعمل اللوكداون محلي في هالمدينة في هالمنطقة بسبب زيادة عادل حالات انه هذا قرار محلي وليس على مستوى المانيا ولكن هالفكرة يعني اللوكداون المحلي يعني انه ما بيتبره فكرة جيدة بسبب انتشار هذا الوباء اضا مشكل كبير في العديد من الدول الاوروبية معهد غوبات كوخ ادرج لان مناطق جديدة ودول على قائمة الدول التي يحظر من السفر اليها تقريبا ما ضل دولة من الدول الاوروبية يعني الا القليل اللي لا يحظر الى مناطق معينة من السفر اليها الان الدول اللي تم اضافته هي السويسرا وبولونيا وتقريبا كل النمسا ليش عم نقول تقريبا لانه كان في الفترة الاخيرة عم يتمدق من فرض الحظر على مناطق معينة على مناطق في فرنسا على مناطق في هولندا الان يعني المناطق هاي الكترت يعني كتير مناطق السياحية بشكل خاص يعني فتقريبا العديد من المناطق يعني من كل اوروبا الان اصبحت منطقة حظر مرة اخرى لا يعني لا ينصح بالسفر اليها من قبل الحكومة الالمانية من المناطق اللي لا تزال غير مدرجة على قائمة الدول التي يحذر من السفر اليها هي قبرست سيبان وغيشنلان اليونان كمان لانه عدد الحالات فيها بالمجمل ليس فوق الخمسين لكل مئة الف مواطن هذا المقياس اللي يتم اتباعه من قبل معها تغوبات كوخ وايضا من الاشياء الملاحظة مرة اخرى عودة ظاهرة الهمستان في المانيا يعني هو انه تشتري حاجيات انت ملك بحاجة الا 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 وتخزنها في البيت السياسيين عبرجعوا بيحذروا من هال من هال الظاهرة اللي بتابعني ايضا على الانستغرام يعني بحيان بنشر هيك اشياء مبارح كمان نشرت هيك صورة رفوف فاضي في الحياة وورا التواليات يعني كمان خلصان مرة اخرى على ما يبدو العديد من الناس عادت الى التخزين علما انه السياسيين مرة اخرى عبيطامنوا انه ما في داعي نحن عم نخلو الازمة لما منرجو نشتري هالاشياء عمليا هو ما في ازمة ما في اي شي ابدا وهذا الشي في الحقيقة يعني حتى ثبت في الموجه الاولى لهذا الوباء الكل هجم والكل اشتر ورفوف صارت فاضي وبعدادة اسابيع امتلقت يعني بشكل زائد كمان ومعت حدا اشترية حتى يعني معامل اللي بتصنع وراء التواليات طرت مرة اخرى تخفض انتاجها لانه صار في انتاج زيادة وبالاخير توقف الاستهلاك لانه الناس عادت واستهلكت الشي اللي خزانته في بيوته وبالتالي ما كان في داعي لكلها الحركة كل ما هنالك انه من الاشياء العام التي ينصح فيها بالمانيا نحن ما ننساها انه يكون عندك مواطق غزائية لمدة 14 يوم اسبوعين يعني تقريبا فقط لا غير اما هات التخزين وراء التواليات بها الكاميات الضخمة اللي عبي عملو الناس هن اللي عبي يخلقوا الازمة في الحياة هو ما في ازمة وغير متوقع انه يصير في ازمة حسب رأي السياسيين في المانيا في نهاية هذا الفيديو بتمنى الجميع الصحة والعافية والالتزام بالقواعد معمول فيها بالمانيا اللي دعا مرة اخرى معهد غوباتكو خلال الالتزام فيها بشكل كامل اللي قاح من المتوقع انه نشوفه العام القادم من هون لها داك الوقات لازم نعدي هالمرحلة بدون زيادة عدد الحالات كمان عبي يخشى المعهد انه يعني تزاد عدد الوفيات الان في المرحلة بسبب زيادة عدد الحالات وبالتالي في نسبة مئوية معينة دائما تصل لمرحلة العناية المشددة وربما الوفاة بسبب هذا الوباء لذلك كل شخص فينا الان يعني مدعو في المانيا للالتزام بالقواعد بشكل كامل تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته